ايامك خير الايام يا رمضان يا شهر الصيام وقيام يا رمضان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد اهلا ومرحبا بكم عزائي المشاهدين متابعي قناة الإمام المهد الفضائية وأيضا نرحب بضيوف للكرام فأهلا ومرحبا بكم عزائي الضيوف تكلمنا في الحلقة السابقة عن القرآن الكريم وبينا أن القرآن هو المصون بين الدفتين من غير تحريف فيه بزيادة أو نقصان وكان من الأدلة على عدم تحريفه هو التواتر تواتر القرآن من جيل إلى جيل وأيضا حديث الثقالين حيث قال النبي صلى الله عليه وآله ما إن تمسكتم بهما فإن أمر النبي صلى الله عليه وآله بالتمسك بهما بالتمسك بالقرآن دلالة على عدم وقوع التحريف فيه وإلا لما أمرنا بأن نتمسك في من يكون التحريف فيه سهلا أو سهل الوقوع أو يمكن أن يحرر وهذا مما لا يمكن وأيضا قال إذا تمسكتم بالقرآن وعترة أهل بيتي لن تظلوا بعد أبدا فإذا وقع التحريف بالقرآن بزيادة أو نقصان وقعت الظلالة بالقرآن يعني إنه إذا تمسكنا بالقرآن راح نضل ليش؟ لأن هناك تحريف هناك زيادة في بعض الكلمات في بعض المعاني في بعض المفردات فاليوم حديثنا راح يكون عن إعجاز القرآن الكريم ما هو الإعجاز وكيفية الإعجاز ونقول أن الإعجاز هذا هو أمر خارق للعقل يعني أن العقل يعلم أن هذا المعلول لا يمكن أن يكون إلا بعله فيأتي شخص ويحدث هذا المعلول من غير عله يعني أنت هذا المثلا هذا القلاس الماي ما يمكن أن يوقف إلا أن يرتفع عفوا إلا من خلال واسطة فإذا رفع من غير واسطة صار أمرا خارقا يعني أمر لا يستسيغه العقل لأن حكم العقل يوجب أن لكل علة معلول يعني لا بد أن يكون أكو سبب لرفع هذا الإقلاس الماي مثلا فإذا لم يوجد السبب وكان هذا مرتفعا عن مكانه بغير واسطة فهذا أمر خارق للعادة ومثاله مثال النار النار تحرق لكن الله سبحانه وتعالى رفع هذه الحرارة عنها حينما ألقي فيها إبراهيم عليه السلام فلم تحرق منه شيء يعني أن هذا الأمر صار خارق للعقل يعني لا يتصوره العقل ليشتئ أنهاي من شأنها الإحراق فعندما وقع فيها لم تحرق فهذا صار إعجاز فإن الإعجاز هو من العجز بحيث أن العقل لا يتصور هذا الشيء أن يكون بغير واسطة ومعنى المعجزة أنها تكون علامة على صدق المدعي فإن الأنبياء عليهم السلام ادعوا النبوة فكل مدعي لا بد أن يأتي ببينة تثبت دعوة فالنبي موسى عليه السلام جاء بما لا يمكنهم أن يأتوا بمثله إجيء مثل جعل العصى أفعى فالسحرة الذين كانوا في زمان كانوا يعلمون أن مثل هذا لا يكون فهذا أمر لا يمكن أن يقع إلا بشيء خارق فآمنوا وأسلموا للنبي عليه السلام وأيضا النبي عيسى عليه السلام جاء بأمر أنه استطاع أن يحيي الموتى من غير واسطة إلا بأمر الله سبحانه وتعالى فهذا المدعي لا بد أن يحضر ما يبين صدق دعوة وهذه المعجزة التي يأتي بها تكون علامة على صدقه فالمعجزة هي العلامة على صدق المدعي وهذا ما ورد عن الإبام الصادق عليه السلام أنه قال المعجزة علامة لله لا يعطيها إلا أنبياءه ورسله وحججه ليعرف به صدق الصادق من كذب الكاذب فإذن المعجزة تستطيع من خلالها أن تعرف المدعي الكذاب وتستطيع أن تعرف منها الصادق ومعجزة النبي صلى الله عليه وآله كانت هي القرآن الخالد إلى زماننا هذا فالنبي جاء في زمان كثر فيه التباهي باللغة العربية وببيانها وببلاغتها فجاءهم النبي بما أوجب عليهم أن ينزل المعلقات التي علقها على أستار الكعبة لفصاحتها فاستطاع النبي ببلاغة القرآن وببيان القرآن أن يجعل العرب عاجزين على أن يواجهوا القرآن وأنزلوا المعلقات لأنهم خجلوا منها يعني خجلا من الناس لأنهم رأوا أن هذه القصائد مقابل القرآن لا تساوي شيء بلد فضاء هما وصلوا الذي وصلوا بالقرآن شاءوا الأعجاز أحسن يسأل أخوكم يقول أن دول العلماء وصلوا إلى ما وصل إليه القرآن فماكوا أعجاز بعد لأن النبي كانت معجزة أنه أخبار بالغيب وقد أخبر مثلا أن الماء أصل الحياة فالعلماء أيضا وصلوا إلى أن الماء أصل الحياة فتنتفي المعجزة نقول أن النبي صلى الله عليه وآله وصل إلى هذا العلم من غير واسطة أما العلماء فوصلوا بواسطة مثل أنه أنت تصعد بسفينة في البحر وتمشي على البحر بينما يأتي إنسان ويقف على البحر من غير سفينة فإهنان الإعجاز أنه يقف على هذا الماء الذي يحتاج إلى واسطة من غير واسطة بينما أن تواقف على الماء بالواسطة فالعلماء وصلوا إلى هذا الاكتشاف من خلال الأدوات والوسائط التي استعملوها أما النبي وصل من غير علم من غير شيء وصل بعلم الله سبحانه وتعالى فإذن إن الإعجاز هو الشيء الذي يكون بلا واسطة يكون لا يتقبله العقل إلا من خلال الواسطة فإذا أتى به شخص بغير واسطة صار إعجاز شيخي ما هو الدليل على إعجاز القرآن؟ أحسن يسأل أخوكم محمد يقول ما هو الدليل على إعجاز القرآن؟ الدليل على ذلك أن القرآن هو المنظومة المتكاملة للعيش السليم يعني هاي الأحكام التي جاء بها النبي هي هاي اللي يكون فيها الإنسان بعيشة طيبة وهي اللي تحفظ إلى سلامته وأماناته وكل شيء فالنظام الذي جاء به النبي هو النظام المتكامل الذي لا يظلم فيه أحد بخلاف باقي القوانين والأنظمة التي لا تسلم من الظلم في كل قانون وفي كل نظام ظلم لفئة وإفادة فئة أخرى وأيضا من إعجازه من الأدلة على إعجازه إخباره بالمغيبات مثل أن النبي صلى الله عليه وآله وإذا البحار سجرت اكتشفوا العلماء أن تحت البحار والمحيطات التي لا يمكن الوصول إليها في ذلك الزمان الآن اكتشفوا أن هناك براكين تحت البحار مع أن النبي لم تكن لديه واسطة للوصول إلى أعماق البحار التي تبعد ما يقارب 11 ألف قدم تحت الماء فاستطاع النبي أن يخبرهم بهذا المعجزة أو بهذا الحادثة الكونية من غير واسطة فإذن إخبار النبي بالمغيبات وأيضا نظام الحكم المتكامل فيه هو هذا دليل على إعجاز القرآن فإن شاء الله تكونوا مستفاديتهم ويانا وإن شاء الله تكونوا من أنصار القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى إذن أعزائي المشاهدين وصلنا وإياكم الآخفان حلقتنا لهذا اليوم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد أيامك خير الأيام يا رمضان يا شهر الصيام وقيام يا رمضان